إيه اللي إحنا نعمله؟ ببساطة خالص إحنا قلنا إن كل واحد فينا لازم يراعي الخمس إيه؟ الخمس معايير اللي إحنا حطناه عشان نكون من أهل الاتزان ويكون ماذا؟ ويكون من أهل الكياسة تلاحظ إن الخمس حاجات دي تخلي الإنسان مالو تخلي الإنسان بصدق وبوعي جدا 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 شخص من أهل الحكمة ليه؟ لأن الحكمة إن أنت تضع الأشياء في موضعها لكن إيه اللي حاصل؟ لكن إذا وضعت الأشياء في غير موضعها أنت مش من أهل الحكمة لكن تجد إن الشخص ده وضع معايير لنفسه وضع ميزان لنفسه فهو أصبح من أهل الحكمة لكن شوف الإجراءات اللي عن قولها كمان تزود كمان حكمة الإنسان ده إنه لما يجي يقرض عمله على هذه المعايير الخمسة هيجد نفسه أول حاجة هو عايز يعملها عشان يساعد نفسه لما يجي يقرض نفسه على المعايير دي أول حاجة يتوقف على الحكمة على إيه؟ على النفس ويستبدل ده بإنه يازل نفسه ويازل نفسه أنه يعرض أفعاله على الخمسة دول ولذلك فيه فرق كبير من محاسبة النفس وإنه يبقى عندي النفس اللوامة اللي هي الضمير الضمير اللي بيساعدنا عن ده يبقى أول حاجة أبتعد عن إيه؟ أبتعد عن كل ما فيه نوع من أنواع الابتعد عن الميزان وأترك الحكم على النفس وأسعى إلى ماذا؟ وأسعى إلى أن أقبل على الله يبقى أستبدل محاكمة النفس وإنشاء محكمة للنفس وأستبدلها بإيه؟ وأستبدلها بالدوافع اللي بتدفعني وتسهل علي الطريق إلى الإقبال على الله اللي هي الخمس معايير اللي احنا قلناه أي حاجة تجي تعملها؟ تسأل نفسك فين الجدوى بتاعة العمل ده؟ تسأل نفسك فيه أنا جدي في العمل ده ولا لأ؟ تسأل نفسك أو أنا عندي جدارة ولا لأ؟ لو ما عنديش أي حاجة من دي أروحك تسيبها واجي أسأل نفسي إيه جودة العمل ده وقامته؟ أسأل نفسي هل الأمر ده حسن ولا قبيح؟ آه يبقى كده توقفت من حكم عن نفسي تاني حاجة وده شيء مهم جدا جدا أخرج من أسر أخرج من أسر وسجن فكرة جلد الزات إن أنا أعمل برنامج ثابت طول الوقت وأبدأ وحسن وطور نفسي طول الوقت وأضيف لنفسي كل يوم شيء عشان ما يبقاش يومي كأمسي فابقى محروم لا ده أنا أضيف كل يوم شيء جديد في حياتي وأتعلم كل يوم مسألة يبقى إيه اللي حاصل؟ أتخلص من جلد الزات بالبرنامج بالبرنامج التطوير الزاتي رقم ثلاثة بدل مجل الزاتي في الأشياء التي لا أستطيع إصلاحها أستشير خبير وأعمل بقولي تعالى فاسأله أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يبقى هنا أنا مش بس بطور نفسي ويبقى عندي خبير كمان عشان أتقدم إلى الأمام لو كنت عاجز عن ده رابع حاجة أنا ممكن أعملها بشكل واضح عشان أقدر أكون من أهل الكياسة أن أقرأ في سير أهلي ماذا؟ أهل الصبر يعني مثلا لو بكلم طالب علم أقرأ في سير مثلا في كتاب صفحات من صبر للعلماء على شدائد البحث والتحصيل لما أقرأ في ده يجي لي عزم ويجي لي همة وأسعى وأتقدم للأمام وكمان آخر حاجة أنا لو كنت عايز أبقى من أهل الكياسة لابد أن يكون عندي خلوة مع الله أطلب منه سبحانه وتعالى وأدعوه أنه يكون عوني وسندي في سيري إلى الله سبحانه وتعالى وبتحملي كل أعباء الاكتهاد في السير إلي وأسأله أنه يجعني ممن فازوا بالنصيب الأوفى من قولي تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا يا رب اجعني من هؤلاء واجعنا دائما من الذين يجاهدون أنفسهم بالكياسة والفطنة والحكمة حتى لا يكتب على قلوبنا ماذا؟ ومن يؤتى الحكمة فقد أوت يا خيراً كثيراً يا رب نسألك الخير الكثير في كل أحوالنا في كل طرفة عين وفي كل نفس وفي كل عمل يا كريم يا ودود يا صاحب الفضل والجود جود علينا بالحكمة والكياسة واجعلنا من أهل رضاك على الدوام يا رب العالمي اشتركوا في القناة